بس أنا واقف عند نقطة وهي ماذا استفاد بيرامدز من مباراة اليوم؟ هاتلي الشيء واحد استفاد بيرامدز من مباراة اليوم؟ هل فاز بيرامدز؟ خسر هل مازال في المنافسة؟ بعد نسبية هل قدم مباراة جيدة؟ لم يقدم أو لم يقدم مباراة جيدة النهاردة بيرامدز ربحة شيء واحد فقط فقط بس هو اللي كذبه النهاردة بيرامدز وهي أرباح تذاكر المباراة هتقول لي كريم انت جاي تهاجم بيرامدز؟ لأ ده لسه هقولك كلام حلو على بيرامدز بس النقطة دي تحديداً تحديداً بالنسبة لي على الأقل هي غير مقبولة وبصراحة شديدة يا جماعة هي اللي فيها أهلي ولا فيها زمالك ولا فيها بيرامدز ولا فيها اسماعيلي ولا فيها مصري لو بنتعامل مع تذاكر المباراة دي انها حاجة كل نادي يعملها زي ما هو عايز انه حاجة ينفع نيجي بيها على الجماهير اللي هم الناس اللي هم الشعب اللي هو أنا حط أسعار زي ما أنا عايز ونقول انه ده عادي لا مش عادي ولو حضرتك ما بتروحش الستاد الستاد ده مش مهم بالنسبة لك المدرجات دي مش مهمة بالنسبة لك الحالة النفسية لما بتروح الستاد دي مش مهمة بالنسبة لك عشان انت ما بتروحش الستاد ففي ناس متنفس بتاعهم حياتهم روحهم بتبقى في المدرجات في الساعتين بتوع المباراة الساعتين دول بيزبطونهم مود حياة في الشهر في الاسبوع في اليوم حتى ففاكرة انه التقليم الموضوع دوت وانه عد عادي كده لا مش ما كانش المفروض يعد عادي وخيرا فعلت ادارة النادي الاهلي لما تحملت تذاكر جماهير النادي الاهلي ومرفوض تماما مرفوض تماما ليجي يقول لك اصلي عمي تذكرت المباراة ما هي تذكرت السينما غليت ما هي تذكرت الحفلة غالية لا 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 القعدة السابتة القعدة السابتة التي لا تتغير على مر التاريخ من اول ما عملوا قرأة القدم حتى هذه اللحظة هي لعبة الجميع لعبة الفقراء والبسطاء اولا لو مش هنلعبها للفقراء والبسطاء ما نلعبهاش فيه ألعاب للناس الأغنياء اللي عايز يروح يفرج على هوكي اللي عايز يروح يفرج على تينس اللي عايز يروح يفرج يعني عايز بقى تعلي الأسعار هنا زي ما انت عايز علي كرة القدم لا وبالتالي نهاردة بيرامز بجانب خسارته للمباراة وحظوظه أيضا اللي قالت كثيرا في الفوز بالدورة هو خسر محاولة محاولة للبحث عن شعبية وجماهرية منين انت هتعلي التذاكر ومنين انك تيجي على المشجع الغلبان الطيب البسيط وهو في يوم الأيام هيحبك هتعجبه وهو هيقولك والله لا انا هسيك في القيتي وارروح اشجع بيرامز عشان بيقدمه مش هيحبك مش هيحبك فخسر كل شيء بيرامز النهارة كل شيء انت بتخيل بيرامز ده مثلا لو قلت لها قالك ايه انا اخفض أسعار التذاكر في المباراة دي بمنطق ماركتنج بقى وتسويق وانه الناس تقولي الناس دي كويسة وجميلة واللزيزة وهدية انت عملت ايه النهاردة حطيت نفسك كإدارة تحت ضغط حطيت الجهاز الفني اللي كان متعصب الموديل الفني من اول دقيقة حطيت لعبتك تحت ضغط حطيت كل الناس تحت ضغط وفي الاخر خسرت في الاخر خسرت فموضوع التذاكر ده يا جماعة فرصة النهاردة اتكلم فيه براحتي عشان هو موضوع عام ملوش علاقة لا كورة ولا رياضة ولا اي حاجة حرامة جماعة نغلل حاجة على الناس تذكرة مباراة رايح ارفع عن نفسي